شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدى بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي إطلاق التحالف العالمي للسعادة الذي يضم وزراء من ست دول هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا وأكد سمو أن العالم بحاجة لصيغة جديدة للتحالفات الهادفة لخير الإنسان وسعادته وقال سمو التحالف العالمي للسعادة يعبر عن رسالة تلتقي فيها دولة الإمارات مع تطلعات وأمال الشعوب حول العالم التي تطمح لمستقبل أفضل حان الوقت لنجمعك حكومات على أليات عمل لتحقيق السعادة للناس والارتقاء بجودة حياتهم وأضاف سمو سعادة الناس من وجهة نظرنا مقياس لكفاءة الأداء الحكومي وركيزة لتقييم السياسات والبرامج وقاسم مشترك لعمل القطاعين الحكومي والخاص هذا التحالف فرصة لتبادل المعارف والخبرات والاستفادة من تجاربنا كدول ومناسبة لعرض رؤيتنا في دولة الإمارات لأهمية السعادة وما تشكله من غاية سامية لعمل الحكومة وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن الاستثمار في السعادة هو استثمار في الأمن والسلام والتعايش بين شعوب الأرض وقال سموه السعادة عدو الكراهية والتطرف ونتطلع إلى أن يؤسس التحالف الدولي للسعادة لتغيير إيجابي في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر